موسيقى موسيقى ورحبكم مشاهدين العزاء في هذه الفقرة الخاصة في الحقيقة فقرتنا اليوم محزنة نوعا ما ولكن المفرح في هذه الفقرة أن مجموعة شباب إماراتي انتهجوا نهج الوالد والمؤسس ونهج قيادة دولة الإمارات العربية المتحدة وهو فعل الخير تابعونا في هذا التقرير انتمنى لكم متابعة وميزة موسيقى موسيقى والله نحن قصتنا مرحلة علاج من نوقت ما ولد هو عنده فشل كلوي وهذا الفشل كلوي ضلينا نعالجه لين صار مرهو 6 سنوات بمستشفى الجيمي بعدين الدكتور أنه صار مرحلته كويسة يعني صار أموره كويسة وقفنا له العلاج لين 9 سنوات صار عنده مشاكل يظهر عنده فعملنا له تحاليل بالجيمي كنا نحن نتابع فقالونا الكلية اليسار اللي كانت هي ضغيفة ضامرة ومختفية واليمية شغالة باستسعى بالمية حولونا على مستشفى الخليفة بأبظبي لأن ما كان فيه للأطفال بتوام فلما نحولونا على خليفة قالونا لابد من الغسيل حولونا على غسيل الدم ضلينا شهرين تقريبا نغسله هناك بخليفة وبعدين صارنا غسيلة بروتيني علموني على غسيلة بروتيني لألي وعطوني جهاز وصرت أخسله أنا بالبيت لين هذا الكلام بداية 2006 لين ما أهل الخير ساعدون ببرنامج آلام وأمل وسوينا له تأمننا المبلغ وزرعنا له بالفلبين ولما نزرعنا له بالفلبين الحمد لله رب العام أموره صارت كتير كويسة ما كملت السنتين فشلت الكيلية ضربها فيروس وفشلت ب2009 ومن 2000 تصالي هلأ نحن بمرحلة علاج مع طوام هذا الورم أول شي صار عنده هي شاشة عظام من الغسيل فرط عنده الحوض مفصل الحوض سوي ناله زراعة بعدها بفترة صابوا وطلع شوية ورم بيخده عمل ناله تحاليل قالوا من الغدة لازم تشيلوا للغدة بعد فترة شناله الغدة الورم ما رح ناله الند كادر ليش الورم ما رح قال بعد العملية بصير بروف تدريجية مع الليلاج صار بعد العملية يكبر الورم ويزيد لين ما وصلت هلأ هيك حالته ورب العالمين عم يمتحننا ليشوفنا صبورين ولا لأ ونحن إن شاء الله قديل الامتحان ورب العالمين وعدنا بالشفاء أنا متأملة من الله هاد شي والله في الحقيقة وصلتني رسالة عن طريق وسيلة ووسائل التواصل الاجتماعي تحكي قصة عمار ومعاناته مع المرض فبادرت بالاتصال طبعاً وكان في الرسالة يلفون أم عمار نفسيين وخبرتني على أن عمار كان متواجد حالياً في مستشفيته يعمل غسيل كلا وكنت بزورة حقيقة مع فريق العمل يعني في المستشفى وقارت لي بعد شوية بيطلعين وزرنا في البيت نحن حين وياكم هذا واجب علينا نحن تجاه مجتمعنا كمجتمع إماراتي أنا نوقف على جميع الحالات ونوصلها إن شاء الله للمعانيين حتى نبادر بمساعدتهم بقدر ما نستطيع طبعاً حالة عمار مثل ما طلعتنا على التقارير الطبية أنه يعاني من عدة أمراض طبعاً ولا يوجد العلاج في الدولة بدور إن شاء الله أنا راح أوصلها إن شاء الله بكرة طبعاً كوني عضو في الهلال الأحمر الإماراتي راح أوصل إن شاء الله التقارير هناك وراح إن شاء الله بعد توصل لجميع القنوات الرسمية إن شاء الله في دولة الإمارات حتى نحاول نقدم للمساعدة التي تعين إن شاء الله على حالة الصحية هذه سواء في علاج داخل الدولة إن وجد أو في خارج الدولة الله طول عمر شيوخنا هم اللي ربونا على هذا علموكم التربية ترجمة نانسي قنقر 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 ترجمة نانسي قنقر